التطور التكنولوجي استطاع أن يساعد المعلمين على التواصل بصورة أفضل مع الطلاب حيث تستعير مجموعة كبيرة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية في المدارس عناصر من ألعاب الفيديو للمساعدة في جعل التعليم أكثر جاذبية فمن خلال برنامج رياضي رقمي يدعى دريم بوكس استطاع المعلمون جلب الألعاب إلى الفصل الدراسي وهو جزء من مجموعة واسعة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يتم استخدامها بشكل متزايد في المدارس الابتدائية والمتوسطة قد جعلني هذا أشارك مع طلابي أنا لست معلمتهم وسيدتهم في اللعبة فحسب بل وأنا المتحكمة في متعة الفصول الدراسية وهناك أكاديميات تعليمية في الولايات المتحدة تستخدم برنامجا لتنمية الخيال لدى الطلاب يدعى كلاس كرافت والذي يمكن تخصيصه لكل مرحلة دراسية أو مادة ومع كل إجابة صحيحة يحصل الطلاب على نقاط يمكن استخدامها للحصول على امتيازات مثل الاستماع إلى الموسيقى في الفصل والمنافسة ضد الفصول الأخرى ما يجعل التعليم جيدا ليس اللعبة ولكن قدرة المعلم على الربط بين الدراسة والطلاب فسواء كان المعلم يستخدم لعبة أو أي أداة أخرى في التعليم فهي من أجل مساعدته لتحقيق الهدف الذي يسعى له وهو تعليم الطلاب ويارى الطلاب أن تساعد هذه البرامج والألعاب الإلكترونية في التخفيف من حدة التوتر الأكاديمي وتقديم مستوى أفضل اشتركوا في القناة